السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا ربي يكون الجميع بصحة وعافية وهنا حبيب قلبي اللي سألوني ازاي افعل اليو ار ال او ايه فايدة اليو ار ال بالنسبة للقناة اه وكمان ازاي اعمل العرض اول انا هقول لكم وايه فايدة كمان العرض الاول طيب يلا نبدأ نشوف يعني ايه يو ار ال وايه هو وايه فايدته بالنسبة للقناة في كمان ان انتو لازم تفعلوا اليو ار ال ليه طيب علشان هو طبعا بيسهل عليك يفتحميل الرابط يعني الرابط بتاع قناتك بيكون ليه اربع شروط عشان تحصلي على عنوان ايه اليو ار ال طيب ايه هما الاربع شروط هما لازم يكون عندك ميت مشترك يعني يكون في قناتك ميت مشترك كمان قناتك لازم تكون اه مرة عليها تلاتين يوم يعني حتى لو عندك ميت مشترك وانت جمعتيهم في اسبوع او اسبوعين لا لازم يمر عليهم شهر كمان تلات حاجة ان ايه بيتم تحميل صورة مصغرة ان انت يكون عندك صورة مصغرة للقناة زي ما انا كدبه كده مثلا صحر في المطبخ بتكون الصورة المدورة دي المصغرة للقناة طيب رابع حاجة لازم تحميل كمان الكافر الكبير ده اللي بتلاقوه عامل زي المستطيل وده طيب ايه فايدته ملهوش اي فايدة استخدامي يعني مش هيزيدك لمشتركين ولا هيزيدك ساعات ولا اي حاجة ولكن بيسهل عليك ان انت تحفظي الرابط بتاع قناتك بسهولة اللي هو ان انت بتدخلي مثلا بتكتبي دابليو دابليو سحر في المطبخ كزا فبيسهل عليك بدل ما فيه ارقام كتيرة وحروف بيسهل عليك طيب ازاي افعل اليو ار ال ده في قناتي بتدخلي على استوديو منشيء المحتوى بتنزلي تحت بتشوفي عنوان مكتوب عليه يو ار ال لو انت مؤهلة لكده بيكتبلك انت مؤهلة ان انت تفعلي خلاص بتدوسي عليه وكده انت فعلتي اليو ار ال بكل سهولة وما فيوش اي شيء زي ما انتو شايفين كده شايفين المربع ده اللي قبليه مكتوب غير مؤهلة وهنا بيكون كتبلك برضو غير مؤهلة انت بتدوسي عليه فهنا مكتوبه لقد طالب بعنوان يو ار ال مخصص من قبل سحر في المطبخ خلاص انت بتطلبي بيه وتروح تقولي له تفعيل بيفعله لكو كده بيكون عندك يو ار ال وكمان اي حد مستو كمان ان اي حد بيكتب اسم قناتك في السيرش بيطلع له على طول اسم القناة فده طبعا بيسهل على اي حد يوصل لقناتك يلا بينا بقى ونشوف ازاي اعمل عرض اول وايه مميزاته العرض الاول زي ما هو مكتوب كده وزي ما انتو شايفين بيقولك ايه مميزات العرض الاول مميزاتها ان انت بتعملي تشويق للفيديو بتاعك يعني مثلا اللي هم متابعينك بيعرفوا ان انت منزل الفيديو بعد يوم بعد يومين بعد اسبوع فبيستنوا بقى بيكون طبعا بتاريخ معين بساعة معينة فبينتظروك في الوقت ده وعايزين يعرفوا مسلا الفيديو اللي انت عاملاه بتتكلمي فيه عن طبخة او تتكلمي فيه عن اي شيء ايا كانت قناتك يعني فانت بكده بترواجي للفيديو بتاعك كمان تحديد الموعد بيخليهم منتظرين فيها كمان ميزة ان انت بتعملي تنبيه ليكي بينبهك ان فيه عرض مسلا اليوم الساعة ستة الساعة سبعة بينبهك بقى كمان بيقولك ايه ان انت ليك ان انت الدردشي مع حبيبك مع اي حد ممكن يدخل يعرف قناتك يتعرف على قناتك حتى ولو بالصدفة فممكن تحكي معاهم عامل زي اللايف كده قبل العرض مسلا بنص ساعة ممكن تحكي معاهم بساعة اه اسناء كمان العرض يعني فيه مجال ان انت ايه بيكتبوه لك وانت تردي عليهم يعني فيه تفاعل ممكن يسألوك عن الفيديو انت عملت ده ازاي طب ليه ضفتي مسلا الملح طب ليه بنضيف الخل زي كده ففعلا بيكون حلو جدا اه الناس كتير بتدخل بتشوف الفيديو سواء يعرفوك او ما يعرفوكيش كمان مشاهدة العرض الاول مع معجبينك في الوقت الفعلي وبعد الوقت الفعلي كمان بينزل الفيديو خلاص طبيعي كل الناس بقى بتشوفه فدي مست العرض الاول وكمان ممكن تخلي العرض على مرتين يعني تعملي عرض اول مسلا تعرضي نص الفيديو بس اه والنص التاني بتقولي مسلا ان انا هاعرضه بعد يومين تلاتة او مسلا تاني يوم يعني زي ما بتحديدي طبعا تاريخه والساعة كام فممكن تخليهم ليه علشان يعني للإصارة اكتر او للتشويق ان انت تقولي لهم انا هكمل مثلا الطبخة دي او انا هكمل مثلا على حسب قناتك طبعا هي ايه فبتقولي لهم ان انا هكمل بعد يوم او بعد يومين اه باقي العرض فبيكون ده طبعا تشويق اه ليهم ان هما لو حبوك او لو حبوا قناتك ممكن يجوه لك مرة تانية وطبعا هيكملوا العرض معاك وهيجو في العرض التاني ويكملوا الفيديو اللي هما شافوه قبل كده فده طبعا ميزة العرض الاول والعرض التاني هي هي ممكن تقسمي الفيديو على مرتين فده بيعمل تشويق اكتر وبيجيب لك طبعا ناس كتيرة بتحضر العرض وناس من برا ممكن انت كمان ما تعرفيهاش بيجيب مشاهدات وبيرفع كمان اللايكات يلا نشوف بقى ازاي اعمل العرض اول بتروحي عادي زي ما بتكوني بترقيحة يعني تحميلي فيديو جديد او عايزة تنشري فيديو جديد انا بنشره مثلا من جوجل بروح من جوجل وبختار الفيديو اللي انا عايزاه اه وبكتب الحاجة بتاعته وبعدين خلاص انا كتبت بقى اه مثلا عنوانه كتبت الوصف اللي تحت خلاص حطيت الصورة المصغرة بروح بقى فين بروح عندي كلمة العرض الاول خلاص انا خلصت كل حاجته وكمان هو خلاص حمل الفيديو الاخره وحتى من قبل ما يحمل ممكن بعمله قبل ما يخلص التحميل مدام كتبت الكلمات المفتحية اه والوصف وكل حاجة خلاص كده عادي تمام بروح عند الكلمة اللي انتو شايفينها دي العرض الاول بروح اشوفه هو عام ولا ايه انا بخليه مجدول زي ما انتو شايفين كده خليته مجدول مجدول يعني بجدول معين تاريخ معين انا طبعا مش عايزاه 17-12 هروح للتاريخ هدوس عليه وهكتب التاريخ اللي انا عايزاه هتكتبوا طبعا اي تاريخ انتو عايزينه كمان هنا مكتوب لي 19.30 دقيقة دي الساعة بتوقيت جرينتش انا هدوس عليها ونروح نشوف الساعة اللي احنا عايزينها انا مثلا عايزاه 20 يعني عندي مثلا الساعة 8 او عايزاه الساعة 21 يعني بتحسيبي الساعة بالزبط وبتحطيها بقى مكان الساعة كده انا خلصت خلاص وعملته ان هو مجدول بتاريخ معين وعملته ده شايفين هنا المسواد ده ما تحفظيتش طب هعمل ايه شايفين مكتوب العرض الاول بضغط عليها ضغطة لحد لما تزرق معايا كده ويعملك علامة صح كده يعني خلاص انت زبطت التاريخ تمام زبطت الساعة تمام حطيت الصورة المصغرة كتبت الاسم اللي انوان كتبت الوصف كتبت الكلمات المفتاحية كده خلاص تمام يبقى الفيديو جاهز هعمل ايه هروح عنده تشغيل كعرض اول واضغط عليه كده يبقى خلاص هو هينزلك الصورة في اليوتيوب وهتكوني الفيديو بتاعك خلاص كل اله كل حبيبك او كل الناس هيشوفوه وهيدخلوا بقى يشوفوا طبعا الفيديو هيتكلموا معاك هيقولولك على الفيديو ايه رأيهم في الفيديو يشاركوك عملتي ايه طب كزا يعني زي كده بيكون حلو جدا يعني شعور حلو ان حد حتى يشكرك كلمات الشكر بيكون يعني تبادل زي كده بيكون طبعا بيحطولك لايك اللي مش مشترك عندك بيروح يشترك عندك فده طبعا فايدة العرض الاول بنتعرف كلنا على بعض يعني فعلا العرض الاول حلو جدا اتمنى يا رب ان انا اكون افدتكم وعرفت ازاي تعملوا العرض الاول هو كله سهل جدا وبسيط بس اهم شيء هي الخطوات دي بتروحي عند العرض الاول وبتعمليه مجدول بتحددي التاريخ وبتحددي الساعة وكده خلاص بتروحي عند العرض الاول لازم يكون ازرق معاك وبعدين كده بتقوليله من فوق اوكي انشرهولي يا رب اكون افدتكم للحبيبي وصحباتي اللي سألوني ازاي تعملي العرض الاول اتمنى ان يكون الشرح وافي اشوفكم في فيديو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة